شكراً لزميلي بيان على هذا التقرير بتلخيصها هيكي لسنة وأول كلمة هيكي لفتة نظري هي العنف وحسن أنت بديت تحكي على جانب الاقتصاد وتأثيره على العنف وبداش نقول إنه بس الجانب الاقتصادي بس إحنا بنعرف إنه كمان في رابط ما بين جانب الاقتصاد وبين العنف قدياش بتشوف إنه الوضع اللي جاي علينا مزعج هذا الموضوع صح مزعج لأنه فيه نتائج مباشرة فيه علاقة مباشرة بالأحرى بين نظرتنا للمال والوضع اللي وصلنا له اللي وصلنا له من ناحية عنف هتنحددها المال أو المصاري هي وسيلة مهمة ورائعة جداً 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 لخدمة القيم إحنا من ما قعدنا فيه كثير فكرة على القيم صحيح على الترابط وعالمشاركة وعالتقدم وعلى التطوير وعلى الإصداء كلها قيم صحيح بالإضافة للنجاح ولا العائلة ولا الاستمرارية للرحمة ولا المحبة المصاري بتخدمها المحل صار عنا مشكلة فإنه صارت القيمة عم تخدم المصاري فتحول الشبابنا لفكر لغاية تبرر الوسيلة بسبب ضغوط الاجتماعية ونحكينا على الضغوط الاجتماعية أو العادات الاجتماعية اللي خلتنا نغير توجه في التعامل مع المال فصارت صلنا نبحث أكثر للأسف الشديد وهي نتائج هاي اللي سببات عنه البحث عن مستوى مستوى حياة عالي مستوى الحياة عالي إجا عساب جودة الحياة مستوى حياة عالي مش واقعي يعني لا يطلع مع الواقع النظرة الخارجية هي في وفرة الوفرة هي مزيفة هذا هو الشك هذا هو المستوى وهي الجودة الجودة ضغط نفسي ألأ خوف مش قادرين نكفي الشهر تكين بملفات في دائرة الإجراءات حالات والحالات الإجرامية مشاكل صحية مشاكل عائلية والغلاف تبع كله عنف سبب لا ليه العنف ليه ولد عنا العنف لأنه صار في عنا فكر الأساسي أنه نرفع مستوى حياتنا في مصاري معناش إياها توجهنا للبنك هاي هي حالة الوفرة طب البنك بطل يغدر أعطينا طلعنا لخارج البنك ائتمان خارج بنك طرق غير الشرعية وهذا هو اللي خلق جسم خطير جدا اسمه الإجرام اللي عم بيصير كله بصورة المصاري إجرام ونظام وكله فصلنا نستعمل السوق السوداء والسوق السوداء هي سبب مباشر لمعظم حالات العنف صحيح نرجع للموضوع اللي حكينا قبل اللي هو القرارات المدروسة قرار المدروس وتحديد احتياجات ساعتها بيكون عندي حالة من التمرد الرائع على العادات الاجتماعية السلبية خاصة أنه إحنا إسا ماشيين بحالة تقليد أعمى قطيع مجازة طبعا من قلت بعض في مناسباتنا وبلبسنا ومطعمنا وصفرنا وكل إشي من مصاري معناش إياها فصار في حالة ضغط مادي والضغط المادي خلالها ندور على حلول سريعة بسبب اللي حكينا قبله شوي كمان لأنه إحنا ملزئين بمحل يا منذنب الآخرين يا ضحية الآخرين يا البحث عن حلول سريعة أو عايشين تعفوا هاي السارحة والرب رعيها إن شاء الله خير بيجي في حال بيجي من استماع بس إحنا منعرفش كيف بلناش مسؤولية علي في علاقة مباشرة جدا بين إدارتنا المالية وحالات العنف اللي عم بتكون وده بدنا نتواصل كمان بالمضامين اللي حكيناها قبل هنا كثير من ندفة فإنه إحنا الأهل قراراتهم العاطفية بما يتعلق في ولادهم بما إنه عندنا الفكر طبع إنه بدأ عوض ابني علي أنا ما شفتهش دللت ابني بزيادة رفعت له السائف بطلت أقدر وقف طلباته فصورت تدور على كمان حلول جابت كمان عنف النوع الثاني صحيح ويريت التعويض هو بس بالجانب يعني وكأنه التعويض هو فقط في الجانب المادي يعني يريت التعويض يكون بالجودة الوقت بإني أعطي لأولادي قصة وكتاب أقرأوا معهن اللي أنا ما صح ليش أهلي يقرأوا معي يعني يريت التعويض هو بيجي بطرق تاني بس سريده هذا الأسرع هذا السريع هذا الأسرع عشانك إحنا كأهل من الجقل يعني أنا بطلع بشتغل صرنا نفوت مدخول أكبر اليوم بما إنه صار فيه بالبيوت اتنين يشتغلوا مش بس واحد الأسرع أني أنا أنت مصاري وأعطي بآخر الأسبوع مشواري كتير كبير أو صفرة اللي هي كتير كبيرة إنه أنا اليوم أطول قصة وهقعد أقرأها لأبني إنه أنا اليوم أنزل مع ابني على محل الألعاب أو إنه أنا دور معاه مكتب عامي هاي أشياء بدها طاقة وبدها وقت وبدها أنه يكون شايف أنت أهمية الإشياء عشان تعمله وإذا أنا مش شايفة أهمية الإشياء فبالتالي أنا مش روح ألاقي مش روح ألاقي الوقت فمش روح أعملها إن أنت مصاري هاي بكتير بكتير أسرع بس المشكلة إنه إحنا يعني شوي مرات كأهالي نظرتنا قريبة منتطلعش شوي أبعد اليوم اللي أنا عم بقدمه لأولادي قدير رح يخدمهن لوقت أطول المصاري رح تخدمهن قريبا بس إذا أنا بنطيهن اليوم لحظات يعيشوها معي رح تبقى ماحين كمان لما أنا ببطل عايش بهذا العالم بس معناش وقت نعمل هذا الإشي اليوم بس هاد مش معنى إنه ما نعملوش هاد معنى إنه يعني إذا عن جد مهم لإلنا نشوف أولادنا محل معين إحنا بحاجة نشتغل عليه وإذا أنا حابب أشوف المحل وبفكر إنه المصاري هي رح تعود محلي ولا إشي بعود محلنا كأب وكأم حتى تيتا وصيدو حتى الأقارب ولا حضنات ولا مدارس حتى لو إحنا بنشوف أولادنا وقت قليل شو بنعمل بهذا الوقت القليل؟ يعني عم تحكي عمالك رغدا على جودة الوقت اللي إحنا بنختاره مع أولادنا بأن يكون ذات أثر على أولادنا بشكل كتير كبير اللي يبقى معهن حتى لو إنه إحنا بنلتقفين بفترات قصيرة بس يكون إلهم تأثير ويشوفوا إنه إحنا العنوان ويعرفوا إنه إحنا العنوان تبعهن مش السوشال ميديا ولا أصدقائهن ولا الشارع ولا معرش مين اللي هنه ممكنين العنوان لإلهن ملاحظة مهمة لأنه للصراحة سوريدا دايما هيك نتطلع أن أولادنا مرات من الحضنات للساعة للساعة أربعة بيكونوا معنا قبل الحمام يمكن ساعتين ثلاثة صح؟ بس إحنا كأب وكأم بحياة أولادنا كتير تأثيرنا أكبر من حتى الحاضنات أو المعلمين والمعلمات اللي بيكونوا مع أولادنا تمن ساعات لأنه إحنا كتير شخص مهم وأول ما رح يوقعوا حتى لو بيخافوا يتصلون لنا بس مفروض أول ناس يتصلون لنا هو إحنا فإحنا كتير حدا مهم بحياة أولادنا إذا إحنا بنعمل هاي الهمية بدها إدراك أني أنا المهم وأنا أعمل بهذا الدور مش أني أنا أهمل هذا الدور واسمحي لي سوريدا أضيف أنه لما بيجوا مرات الأهل هيك لأي مجموعة أو استشارة أول جملة منقولها تبدوش بتغيير كتير كبير تقعدوش ساعات مع الأطفال هي فكرة قدى جودة بالعشر دقايق هاي وقدم نحط تلفوناتنا على جنب بس كمان عشر دقايق مش أكتر فمرات بيستغربوا الأهل هادور رح يعملوا الفرقية رغدة بنفعش يكون وقت لازم وقت أكتر فالجواب هو لا لأنه باللحظة اللي منبدأ مندمن على هذا الوقت ومنصير نزيده مع أولادنا منعرف أنه برجعش الوقت اللي بمرق مع أولادنا مقداش مع وضو مصاري بنقدر تزيدها سريدة برجعش وبدل دايماً هقول كمان أنه هني العشر سنوات الأوائل لأنه كمان عجيلة مراهقة مهم نقول أنه هني رح يهتموا يكونوا أقرب لمجموعة الأصدقاء وهقل الأهل فكمان إحنا معنا شي كتير وقت يمسوننا عمر كيف ممكن الموسيقى هي تكون الحل اللي عم تحكي عنه رغدة يعني التشارك بمقطوعة بالإصلاح حتى لو ما فيش هنا الإمكانية للعزف مع بعد كيف ممكن هذا يعني اللي يحل محل الجوانب الثاني يعني كيف ممكن يكون الموسيقى فيها دور بأنها هي يتوفر هاي الأجواء العائلية الجيدة يعني طبعا يعني هون بيجي دور الأهل أنه يكونوا فعالين ويكون إليهم دور بالمعنى بأنه يتابعوا شو عم بيصير مع الولد إذا هو عنده موهبة أو عنده ميل مثلاً للموسيقى فإنه أنا أسمعه أجرب كل حدا فينا عنده ميل؟ كل حدا طبعاً بيختلف الإشي بس كل بني آدم فيش بني آدم بيخلق من غير ما يكون عنده هاي القدرة أو ما بتفعلش مع الموسيقى ممكن يعمل إقاع غلط ممكن يغني غلط بس إنه مش معناته إنه هو ما الجانب الحسي بيصير يعني حتى لو إنه هو مش متقن للعزف إنما هو بيقدر يحس الموسيقى بالموسيقى تقيمها مع بعض تقيمها مع بعض هاي المشفاضين زي ما حكت إنه إحنا ملتهيين أكتر بإنه نزيد الدخل أو وكتير أمور بس مننسى الأولويات ننسى الأولويات الأولويات هي الأساس وشو بيحس وكيف أنا ممكن أطوره من ناحية عاطفية ومن ناحية عقلية كوجنيتف يعني كمان وكل تجربة يأخذها لمحل إنه تعكس على حياته ويبقى لها الأثر مع شورة كنسمع كمان مع زوفي رح أسمعكو مقطوعة باسم ناي اللي هي على اسم بنتي بنتك بوحي بنتي المقطوعة هي هاي جديدة لك عن المقطوعة جديدة أبعدها ما انتشرت رح يتكون جزء من مورد موسيقي إحنا ببيت الموسيقى بالإضافة لتعيين الموسيقى في عنا إصدارات اللي هي بالذات في مجال الطفول المبكرة اللي واحدة منها خرز مغنى زي ما بتعرفي وإصراح الإصدار الجديد عملين رح يشتغل على تطوير قدرة الإصغاء عند الطفل فأخذنا موسيقى عربي بالأساس اللي هي مناسبة للإصغاء لأنه إحنا مجتمع أكتر من مين للكلمة وللغناء فقلنا من نكسر هذا التابو يعني هذا حلو فرح أسمعكم مقطوعة اللي هي آلية عسفية والمورد عملين رح يطلع كله مقطوعات جزء منها من الطراث وجزء منها تلحنت خصيصا لهاي الهدف اللي هو رح يطلع بالإن شاء الله مع السنة الجديدة قريبا حلو حلو والمميز في هاي يعني أكيد رح يكون كمان في للحاضنات كتيب إرشاد لكيف يتعاملوا معها زي ما كان مع آخر جزء من أهدافنا إنه ننشر الموسيقى بالمجتمع ونسد الفجوات نتدخل وين حلو في داعي وين في نقص وين في حاجة فإسم المورد رح يكون سمع ملون كمان هو ملون بالمعنى إنه السمع ممكن يكون إشي كتير سمع ملون بالمعنى سمع ملون بالمعنى سمع ملون بالمعنى المترجم للقناة 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 المترجم للقناة